ايه قصتك معا عادي بص القصة ان انا وانا بشتغل عيني على كل اللعيبة اللي في حتة التانية وانت مدرب اه كنت مدرب في القطاع مش حاجة منظمة حاجة كده كهواية يعني بعد كده تقننت وبقى في لجنة تحت ولجنة فوق احكيلك عليها فشفت عادي وتواصلت معا شفتو ازاي طيب شفتو في ماتش من الماتشات كنا في ناج الشمس واخد كده شفتو يعني المهم فهو كان سن تسعتاشر تمنتاشر تسعتاشر اه فالسن ده كان لازم الدرجة الاولى يشوفوه ما هو السن لازمها بدرجة الاولى واخت بال حضرتك فقلت الكابت سابت قال لي يا ضي يا يعني هتبقى الامور صعبة وبتقلت له ما هيقعد معايا لسه سنتين تلاتة تحت قال لي ده هتدفع فيه فلوس فعشان يتدفع فلوس ولازم يتشاف ويجي كابتن طارق وتيجي لجنة قاعدة فقلت له قال لي احنا عندنا ماتش ودي يوم كذا هاتو هاتو قلت له ماشي فكلمته زي ما عادل قال كده قلت له عادل انا مؤمن بيك وعارف انك هتلعب في النادل اه وهقول لك على حاجة ما تقولش لأ قال لي يا كابت قلت له في ماتش ودي في الدرجة الاولى وعايزك تيجي تلعب في الماتش ده قلت له بكرة قال لي ليه قلت له عايزين يشوفوك مش مصدقيني قال لي ليه قلت له كده بقولك اهو عايزين يشوفوك مش مصدقيني قال لي حاضر كابتن هو كمان عنده شخصية كويسة لا عادل شخصية جميلة جدا وعن شخصية قوية كمان حد تاني يقولك لا انا متحطش تحت اختبار انا مش عارف ايه هيفضل حياته ممكن مستقبله يضيع عشان اله وفيه كتير كده كتير كده اه فاجه فاحنا الاتفاق ان احنا ما نقولش عليه هم هم يتفرجوا ويختاروا هم يتفرجوا ويشوفوه وانا موافق اه فقعدت كده على يمينك وكابتن طارق وكابتن ثابت مش فاكر كان فيه كمان اتنين مدربين مش فاكر مين كابتن ماهر فمفيش مش فاكر كان كابتن ماهر اه مفيش لا فيش ما كان مناش سبع اتمن دقايق اه كلهم قالوا الوات ده لعيب كويس نمرسا بعد بكورة او اتنين الوات ده لعيب كويس عشان لا بالسبعة روحت انا قايم اه كابتن طارق شوك قال لي في ايه كله هو ده اللعيب اللي انا جاي عشانه انا بشكرك وهبتدي اعمل اجراءات واروح للسايد عمر عبدالاخر رئيس نادي الشمس طيب ثابت عملي اللي ارحمه فثابت قال لي خد يلا قلت له خد يلا ايه خلاص انت عزبتن انت عزبتن اصلي ثابت لا ثابت كان جدي طبعا لا وثابت كان حريص جدا على فلوس النادي ياه قال لي ما اول حاجة قال لي هتدفع فيه فلوس يا دي اه في مقام روحت الراجل بيتقامشي قلت له قلت له فان كذا 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 قال لي انت جاي من عند £Habdi ماشي بعد ما خلص قلت له طب انا حمشي معك قال لي ماينفعش بال الجذمة دي لازم تلبس والبدسون جذمة وعليها كيس عشان ما باص تراك عشان التراك تتمرشي طب انتوا هتعملوا ايه قلت له فندم كذا طب بقول حأ اه اقول لحسن فلوسكو كتير يدينا قلت له لا دا احنا ده نشئين ياهخي فلوسنا منظورة قلت له فاندم ده احنا ناشئين ده ناشئين قال لي ازاي وبتاعه والحكاية قلت له معا فجبناه خمسين الف ده كان رقم كبير طبعا كان رقم كبير عادل تحديدا ليه قصة تانية لما راح مع منتخب الشباب مع الكابتن شوئي كانوا في رحلة راحوا للصين وراحوا في كاس العالم ايو ايو فكمانوا الجزيه وكانوا معسقرين في الاكاديمية البحرية فشاف عادل قال عايز عادل في البتاع قلت له عادل مسافر عادل وصل الفجر قلت له ما تروحش تطلع على المعسكر في سكندي قال لي يا كابتن انت باخد يوم قلت له وتطلع بفرصة عمرك عشان يشوفك الراجل يا يمسك فيك هتنزلي تاني قال لي قلت له امسك فيه الراجل راح وكتهد اخده خلاص ولاعب بقى مهاء وكام طيب مين تاني من النجوم اللي اكتشفتهم ورفقوا رأسك وهنا عاوز اتوقف برضو عن الجزئية المدرب لما بيقتنع بلاعب بيشوفه بيحارب عشانه مش بيحارب ده خلاص ده همه حيبقى مستقبل وده اللي عبيني من النجوم التاني والله ناس كتير يا كابتر اللي انت راهنت عليهم لا لا ناس كتير زي مين انا راهنا على ابراهيم سعيد وعلى احمد بلال كان معانا وفضل وراهنا غير بقى الجزء الاخراني اللي هو مصيطني جامد صلاح والنني واحجازي لا ما هنتكلم عليه واتكلم عليه اه بقولك ما دول ده جزء الواحد بيعمل به اه اه يعني ده اخر مرحلة اشتغلت معا في الشباب بس دول المرحلة منورة بشكل كبير جدا النين صلاح والنني كان ازاي ايه اللي ايه اللي كان في الروحان البنهب له بينهم لا احنا عيشنا مع بعض تلات سنين في المنتخب متخب النشئين اه وبعدين لعبين معايا فوق الاربعين خمسين متش ما بين ودي وما بين بطولة افريقيا انت شايف فيهم انهم هبوا حاجة جامدة اوي هم مجموعة مقدبة مجموعة مصقفة مجموعة عندها طموع غير عادي فانتها بتساعدهم انهم ينتشروا يوصل يعني صلاح مثلا اه انا اللي اعدت معاه في اول عقد مع وكيله هو جي قالك ان فيه اه حد كزا عايزك تقعد معاه وقعدت معاه وقلت له انت قلت له ديه عايز تطلع بقول للوكيل قال له انه جايب له بازل قلت له شمعنا بازل يعني في بلجيكا وفي يعني اوروبا فرنسا الدوريات الال بلجيكا وفرنسا وهولندا اقوى شوية ومصدرة للدوريات الكبيرة فصلاح اللي انا قريت على النادي والنادي كويس وبتاع قلت له روح واخد بقى الخطواته لازم تتعلم انجليزي اول حاجة ولازم مااخدش شهر وكم متعلم انجليزي وعمل موسمين في بازل بشكل شكل رائع واخد احسن لعب موسمين واخد الدوري اشتغل على نفسه على طول اشتغل على نفسه جاله العروض التانية جاله ليفربول وتشيلسي مين من اللعيبة تانية اللي انت راه انت عليها من اللعيبة اللي كانوا طالعين معاك والناشئين يعني كان في ناس احب انها توصل لابعد كمان من كده زي حمد ابراهيم عمر جابر احمد الشناوي كنت احب يوصل انه يوصل لمنطقة احمد توفيق كويس موجود في بيرامد وماشي بشكل اه معقول لكن تحديلا محمد ابراهيم والشناوي كان شكلهم ان هو رايح في حتة بعيدة في بره هل ما راهنتش على حد الفترة اللي ديت او انت شفت اي حد كده تقول لا في لعيبة كتير دلوقتي كويس زي يعني لعيبة من الناشئين بتوعنا من الناشئين اه طبعا في لعيبة كتير كويسة يعني هاتكلم على النادي الاهلي مثلا انا بيعجبني كوكا جدا طبعا في شوقت حاجات عايزة تتطور هي يعني الرجل امبارح هنخش في حتة تانية بلاش اتكلم على الفرق من الناشئين والدرجة الاولى وده صح قالك في فرقات في التفكير في الاجتحامات في فرقات في الشغل عشان كده دايما اه الفرقة التانية انا احب انها ترتبط بالدرجة الاولى زي ايامي انا كنت واحدر اجباري التدريب مع جزه انا الواحدي واحدر الصبح اروح امرن الفرقات الماتشاط الماتشاط كانت قدام عينه في الجزيرة زي زمان فكان فيه بانه وبين بعد ربط كان اه اه لما بيعاقب حد كان بينزله عندي نعم واتفق معاه انا يتمرن ازاي فالكلام اللي قاله كل الرنبارح ده يتحط على قطاع الناشئين والشباب او الشباب انه الشغل اختلف لازم يبقى بنوعية تانية علشان لو تتصلت بس اني بردنامج واحد